اشتركوا في القناة فأصدرت بلاغ تقول العكس وقررت أن تواصل وأن نستمر في السعاء الإضافية الصيفية بشكل دائم في الواقع هذا يبين مرة أخرى الارتجارية الحكومة إن أولا كان من فرض أن تكون هناك دراسة وتقدم هذه الدراسة وأن يكون هناك حوار قبل اتخاذ أي موقف في هذه الاتجاه ثانيا أن تصدر كذلك وأن تكون دراسة حول أولا العكسات والإجراءات المواكبة لهذا القرار ونحن عارفين بأن هذا القرار وتبعنا بالنسبة للمجال التعليم أساسا فهو سيربك الأسرة ديال التعليم وسيربك كذلك الآباء والأمهات هذا القرار كذلك خلق واحد الإشكالية داخل المجتمع وبالتالي تيبان بأن القرار لم يسمع نبض المجتمع وأخطر من ذلك وهو القرار لم يأخذ بها الاعتبار كذلك الإشكالية المطروحة في البادية والإشكالية المطروحة كذلك بالنسبة للنساء وضرورة ضمان الأمن للنساء العاملات والنساء التي تشتغل في الوظيفة العمومية وفي الحقول وبالتالي نعتبر بأن كان من المفروض أن يكون على الأقل حوار حول هذا الموضوع قبل اتخاذ هذا القرار وأن تكون هناك التدابير المواكبة في وقتها حتى نكون كلنا مستعدون لهذا القرار